أعتقد أن صورة تجلت لكم وعرفتم مقصدي من معنى الكفالة الحسينية وعرفتم مقصدي من أن العقيلة أعلى شأنان وأعلى منزلتان من أب الفضل العباس واتضح مقصدي أيضا من عصمة العقيلة بحسبها ومن عصمة العباس بحسبه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لكن مسألة بقيت عالقة الأسرة الرابطة بين الآباء والأبناء هناك الرابطة التي نعرفها ولا حاجة للحديث عنها وإنما أحدثكم عن الرابطة الحقيقية عن الآباء الحقيقيين وعن الأبناء الحقيقيين وحتى عن الأزواج الحقيقيين والزوجات الحقيقيات ما أنا الذي أقول هذا هذا المنطق النوري في قرآنهم القرآن يتحدث بشكل واسع جدا عن هذه المسألة سأضرب لكم أمثلة من الآيات في سورة المؤمنون في الآية الحادية بعد المئة بعد البسملة فإذا نفخ فصور النفخة الأولى نفخة الإفناء والنفخة الثانية نفخة الإحياء وما بين النفختين مجال كبير فإذا نفخ فصور الحديث عن النفخة الأولى ثم يأتي المجال وتأتي النفخة الثانية وهي نفخة الإحياء قطعا النفخة الثانية تترتب على النفخة الأولى فإذا نفخ فصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل لقد تلاشت العلاقات التي كانت في الدنيا لا يعني أنه لا توجد علاقات في ذلك الموقف لكن قوانين العلاقات التي كانت في الدنيا تلاشت فإذا نفخ فصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون هناك مستوى جديد من العلاقات هذا هذا لا يعني أن العلاقات الدنيوية ستنتفي بالكامل بعض العلاقات ستنتفي بالكامل وبعض العلاقات ستبقى لكنها ستكون ضعيفة متباعدة وبعض العلاقات ستتوثق وتتأكد إن كان هذا في الجنان أو كان هذا في النيران الآيات أخبرتنا والروايات والأحاديث شرحت وفصلت لنا في سورة هوت في الآية الخامسة والأربعين بعد البسملة وما بعدها في طوفان نوح النبي وبعد أن استقر الأمر وقيل يا أرض بلعي ماءك كم جميلة هذه الصورة بلاغة أدبا وجرسا صوتيا هناك تناغم بين الحروف وهناك تناسق في صورة المرسومة بعناية قرآنية رائقة وشائقة وفائقة وبأعلى مستويات الذائقة وقيل يا أرض بلعي ما أكي ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي الجودي هنا النجف بحسب أحاديثهم وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح الرب فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك في الدنيا هذا إنه ليس من أهلك هذه صورة دنيوية للعلاقات الأخروية تساقطت الأنساب متى إذا نفخ فصور إذا نفخ إسرافيل في الصور فلا أنساب بينهم هذه صورة عملية على الأرض تمثل لنا صورة أخروية قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين في سورة النساء في الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة وهي من آيات الإرث من آيات الميراث التي أولها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى أن تقول الآية الكريمة آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع هذه هي الحقيقة العلاقات الدنيوية الأسرية قد تكون نافعة قد تكون ضارة قد تكون هذه العلاقات ثابتة في الآخرة في الجنان أو في النيران وقد تنتفي هذه العلاقات وتتأسس علاقات جديدة ولذا فإن الآيات تتحدث عن أن الخاسرين في الآخرة هم الذين خسروا أنفسهم وخسروا عوائلهم وخسروا أهليهم قلت قبل قليلا من أن الموضوع واسع جدا في القرآن إذا أردت أن أتتبع كل الآيات فأنا بحاجة إلى العديد من الحلقات هناك آيات تباشر الموضوع مباشرة وهناك آيات ترتبط بالموضوع بنحو غير مباشر فإذا أردت أن أحيطكم علما بكل الموضوع لا بد من تناول كل تلك الآيات التي تباشر الموضوع والتي ترتبط به بنحو غير مباشر المقام مقام إيجاز لذا سأضرب لكم أمثلة ونماذج من آيات الكتاب آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع إذا ذهبنا إلى شورة عبس وتولى من الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة إلى الآية السابعة والثلاثين أقرأ عليكم فإذا جاءت الصاخة موقف ومشهد ومعلم من معالم القيامة القيامة لها تجليات الأسماء التي وردت في الكتاب الكريم للقيامة كل اسم يمثل تجليا من تجليات القيامة فكل تجليا من تلك التجليات يحكس الحقائق والحقائق الخاصة بذلك التجلي فإذا جاءت الصاخة ما الذي سيكون يوم يوم يفر المرء من أخيه هناك نحو علاقة لكنه يريد الخلاص منها يريد تفكيكها قلت لكم علائق الدنيا ستتغير هناك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته المراد زوجته وصاحبته وبنيه قد يحدث في الدنيا أن الزوجة يوافق زوجته في خلافها مع أمه وأبيه وقد يهجر أمه وأباه بسبب زوجته قد يكون هذا وقد يكون العكس قد يهجر زوجته بسبب أمه لكن في الآخرة الأمر يختلف يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لماذا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه هذه العلائق التي نشأت وفق المنطق الترابي العلائق النورية ليست كذلك تختلف عن هذه العلائق فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه في سورة المعارج في الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها من الآيات يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يود المجرم هذا الذي كان قد يضحي بنفسه في سبيل أبنائه ولكن هناك العلائق تختلف يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه الفصيلة العشيرة المجموعة التي ينتمي إليها أكان ينتمي في الدنيا إلى عشيرة إلى حزب إلى مجموعة يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه لكن الجواب هكذا يكون كلا كلا إنها لض نزاعة للشواء كلا إنها لض يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه لاحظوا الفارق بين هذا بين المنطق الترابي وبين المنطق النوري هذا حسين يقول ألا وإني زاحف مبارك هذا الزحف يا حسين ألا وإني زاحف زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد أخذ لان الناصر لحظوا الفارق الكبير بين هذه الأسرة وبين هذه الأسرة وتذكروا موقف الأنصار ليلة العاشر حين خيرهم الحسين وأعطاهم الحرية الكاملة في الرحيل وأن يتخذوا من هذا الليل جملة لأن القوم يريدونه هو يريدون قتله أنتم تعرفون ماذا قالوا وتعرفون موقفهم ليس عندي من الوقت كي أتحدث عن موقف الأنصار ليلة العاشر ما أنتم تعرفون الحكاية لكن تدبروا تدبروا في أسرة بنيت على المنطق الترابي يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد أخذ لان الناصر كما يقول إمامنا الحسن المشتبى القريب من قربته المودة والبعيد والبعيد من بعدته المودة 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 قل لا أسألكم عليه أجرا إلا إلا المودة في القرب هذه هي الرابطة الأسرية الحقيقية فحينما فحينما تقول زينب وأبي محمد إنها لا تتحدث عن علاقة نسبية عشائرية إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول ولائي لعلي أحب إلي أفضل عندي من انتساب إلي الانتساب العشائري الرحمي البشري لعلي كرامة عظيمة هل نشك في هذا لكننا في مقام بيان الأولويات الأولوية للولاية للعقيدة جعفر الكذاب في سلسلة آبائه المعصومون من الإمام الهادي إلى رسول الله فكيف كان حاله وأمثال جعفر الكذاب كثيرون ما هم بقليلين في الهاشميين عموما أو في أولاد الأئمة خصوصا الانتساب مهم الانتساب العشائري الأسري العرفي لكن الأولوية للانتساب الحقيقي للانتساب الذي يكون وفقا للمنطق النوري ألا وإني زاحف بهذه الأسرة الجميع جون مولى أبي ذر هو أحد أفراد هذه الأسرة واضح التركي هو أحد أفراد هذه الأسرة لا يختلف جون عن سائر أفراد الأسرة ولا واضح ولا وحد النصراني ولا ولا هؤلاء أسرة واحدة هذه تسميات عرفية ترابية من أن جون أسود ومن أن وحد نصراني ومن أن واضح تركي هذه تسميات المنطق الترابي أما المنطق الحسيني فهؤلاء أسرته أفراد أسرته وهذا هو المنطق النوري ألا وإني زاحف بهذه الأسرة هنيئا له من هنا كانت منزلتهم المنزلة ليست لعشائرهم وحتى ليست لأشخاصهم المنزلة أن دخلوا في الكفالة الحسينية دخلوا في الأسرة الحسينية وهذا هو معنى الكفالة الحسينية إنها الأسرة الحسينية وقت الحلقة صار طويلا ولا زال الكلام متواصلا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة الحسيني وليتنا نكون جزءا من هذه الأسرة النورية الطريق إليها أن نلتحق بالكفالة الحسينية هذه هي الكفالة التي يريدها الحسين لا هذا الحراء الذي يتحدث به هؤلاء الخطباء الحمير والشعراء الأغذية نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله أسألكم الدعاء